اشتركوا في القناة من برنامج شباب وأحزاب اليوم نستضيف حزب النهج الجديد وأمين عام الحزب الدكتور فوزان البقور وأعضاء من هذا الحزب وأيضا سيناقشهم بالاتجاه المقابل شباب وصبايا من جامعة جدارة فكونوا معنا في هذه الحلقة لنتعرف على برنامج هذا الحزب تطلعات هذا الحزب ونهج هذا الحزب نبدأ معكم أحبانا ومتابعينا بتقرير عدته الزميلة حلا أبو تايح لنتعرف أكثر على حزب النهج الجديد اشتركوا في القناة من جديد يحيي الله فيكم أحبانا ومشاهدين ومتابعينا عبر التلفزيون الأردني في شباب وأحزاب اليوم نستضيف حزب النهج الجديد وأمين عام الحزب دكتور فوزان البقور مرحبا بك دكتور وشكرا لوجودك معنا واليوم سنكون بحلقة شبابية نتحدث فيها مع الشباب بوجود الأحزاب مرحبا بك دكتور أهلا وسهلا بك وطبعا أنا سعيد جدا لهاللقاء الطيب بهالشباب اللي بيرفعوا الراس من جامع الجدارة وأسعد الله مساكه إن شاء الله ستكون حلقة مميزة الله يسعد مساك دكتور أيضا معنا نيريمان خوالد مسؤول وحدة قطاع المرأة في الحزب مرحبا فيك أهلا وسهلا أستاذ شرفنا بوجودك شكرا لكثير وشكرا للطلبة وشكرا لوجود المرأة شكرا إن شاء الله تكون حلقة مميزة دكتور نبدأ معك يعني عن حزب النهج الجديد من هذا الاسم يمكن بالروح بموضوع نهج جديد فكر جديد أفكار طموحات برامج هذا الحزب فضل دكتور يعني باختصار هو هذا الحزب النهج الجديد نشأت فكرته منذ عام 2018 واستهدف مكونات المجتمع الأردني بشكل عام من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب هذا طبعا كان قبل منظومة تحديث السياسي وقبل تشكيل اللجنة الملكية بسنوات وطرح فكر جديد الفكر هذا كان هو مطروح سابقا في الأوراق النقاشية لدى جلالة الملك وذكر صراحة بأن هذه المرحلة بحاجة إلى تغيير في نهج الحكومات المتعاقبة نعم ومن هنا جاءت فكرة إنشاء حزب يعتمد على نهج شبابي جديد في الحوار والمشاركة واتخاذ القرار بشكل جماعي ومنذ عام 2018 بدأت مسيرة هذا الحزب من خلال معترك طويل في عملية التأسيس وجمع المؤسسين من الشباب ومن فئات المجتمع بشكل عام كان طبعا فيه تمثيل منذ اليوم الأول عالي لفئة الشباب تحت سن 35 يعني كان تقريبا هو في هذا الوقت حسب قانون الأحزاب لعام 2015 كان عدد المؤسسين 150 عضو نعم الحد الأدنى نحن بدأنا بـ 220 عضو كان تقريبا 117 عضو تحت سن 35 كان من محافظات الجنوب ومحافظات الشمال ومحافظات بوسط من كل مكون المجتمع الأردني وبدأت مسيرة نحو الترخيص للمرة الأولى وفعليا تقدمت المعاملة للجنة شؤون الأحزاب بعام 2019 وبعد ذلك تم ترخيص الحزب استنادا لقانون الأحزاب لعام 2015 بعام 2021 هذه كانت الانطلاقة الأولى آسف أعتذر 2020 هذه كانت الانطلاقة الأولى قبل ما ندخل فترة ومرحلة تصويب الأوضاع بناء على قانون الأحزاب لعام 2022 الآن مرتكز الحزب بشكل رئيس هو يعني البحث عن إيجاد نهج جديد لدى الحكومات المتعاقبة يمكن اليوم شوي إحنا بنلاقي أنه في عنا مشكلة رئيسية وحقيقية في تعاطي الحكومات مع كافة الملفات وبالذات مع ملف الشباب نعم اليوم يمكن بعيدين إحنا كحكومات عن التعاطي مع الشباب بقضاياهم بمشاكلهم بهمومهم فنشأت فكرة الحزب على أن يكون هناك مقاربة ما بين الحكومات المتعاقبة وما بين أيضا السلطة التشريعية السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مع الفئة الشبابية بشكل عام هذه الفكرة الرئيسية اللي نشأ عليها الحزب طبعا عنا إحنا مجموعة من المرتكازات الرئيسية مثل المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص هذه اليوم هي مرتكزات رئيسة يرتكز عليها البناء الحزبي وبدأ الحزب وأنا لا أريد أن أطيل الحديث لكن بدأ الحزب أيضا ببناء يمكن لأول مرة يتميز في حزب أردني وهو من القمة إلى القاعدة بشكل عكسي أي أن هناك مجموعة من المؤسسين أخذوا على عاتقهم تقديم هذه الرسالة للمجتمع الأردني وبعد ذلك تشاركت حلقات هذا الهرم بهذه القيادة واتخاذ القرار حتى وصلنا لأكبر حلقة اللي تشكل الآن الحزب بشكل عام وهي ثلاث آلاف عضو يتخذ القرار من خلال ثلاث آلاف عضو بشكل عام فالبناء الحزبي مختلف شوية في حزب النهد الجديد من خلال بناء حلقي متراكم جميل جدا ومش مقلوب الهرم المقلوب جميل جدا دكتور إحنا رح نكون مع الشباب من جامعة جدارة ونتحدث معهم نتناقش إذا بمستفسروا منك أي شيء عن برامج هذا الحزب رحل فيكم من جديد شباب صبايا دروح لستنا ريمان نعرف دور المرأة ودور كبير بالمجتمع الأردني بشكل عام تحدث عن دور المرأة بحزب النهج الجديد كيف شايف تجربتك في هذا الحزب وتحكي لنا أكثر عن الشغل تشتغلوك ولا يهمك أول شي حزب النهج زي ما تفضل الدكتور فوزان حزب مميز بشباب يعني بمفهوم الشباب بمعنى وبآخر حزب الشباب وفعلا هذا الإشي اللي خلينا نحكي الفكرة الأولى في تواجدي كشخص مع حزب النهج الجديد هو دائما يعترض نحكي مع الدكتور فوزان بقول أنا الدكتور فوزان عضو زيكم احكوا حزب جميل فهو علمنا هذا الشي من البدايات انه الحزب مش شخص ومش تبع شخص هو حزب تشاركي مبني على التفاهم على اتخاذ القرار من الأغلبية زي ما قالك اشراك الليجان اشراك قطاع المرأة طبعا احنا وحدة قطاع المرأة في حزب النهج الجديد هي من خلينا نقول الوحدات اللي تميز فيها حزب النهج الجديد لانه قلة او خلينا نقول الحزب سبقنا لهذه الوحدة قطاع المرأة لهذا الشي من المفاهيم نعم فالحمد لله احنا كنا من متميزين بخلق هذه الوحدة داخل حزب النهج الجديد طبعا هي وحدة معنية بكل شؤون المرأة بكل المحافظات مسيطرة على الحزب ومسيطرة انا صحيح بما انه نسبتنا 52.4 اي تنك الى الان سيدات طبعا يعني احنا تخطينا موضوع انه احنا 20% من تحقيق نصاب الحزب كوجود على ارض الواقع الحمد لله احنا 52.4 بتوقع هذا الاشي راح يعجب الصبايا هم عم بخططوا الانقلاب طبعا يعني بصراحة وباخرى يعني انا اكتر شخص دائما وقف مع يعني ضد الدكتور فلوزان في قرارات المرأة وقرارات الحزب العملية عكسية انا اللي واقف مع الصبايا جميل جدا لا هو فكرة قطاع المرأة فكرة كانت بمكانها طبعا بتوجيهات من الامينة العام طبعا وعلى نهج وخطى الهيئة المستقلة للانتخاب لوحدة تمكين المرأة ابتدأنا الحمد لله كانت بدايات جيدة كان فيه لنا اول شي على مستوى قطاع المرأة اول شي تحديد نسب المرأة العاملة عندنا في الحزب بشكل عام وتحديد كمان الوظيفة وتحديد كل شي ممكن يتعلق في المرأة كمرأة موجودة في المجتمع المحلي ومن ثم منخرطة في العمل السياسي بيبدأ مع الصبايا والشباب هون مين حاب يشارك اول مشاركة بيأخذها معلشتما يقول المايكروفون بس بحب اسأل يعني هسا بظل التواجد الكسيف للأحزاب السياسية على أرض الواقع شو الفكر الجديد شو الاشي اللي رح يميز حزب النهج الجديد عن باقي الأحزاب السياسية الأخرى اللي خلينا احنا كشباب ننتمي لهذا الحزب شكرا دكتور فزا يعني شوف اول شي انا في عندي خبر حلو اليوم يمكن يترافق مع هذا اليوم اللي هو بث الحلقة انه احنا اول حزب نطلق قائمة شبابية في الجامعة الاردنية للتنافس على مجلس شؤون الطلبة فيمكن هذه اول خطوة من الخطوات الحقيقية والفعلية اللي اقتربنا فيها مسافة كبيرة نحو بناء جسر من الثقة ما بينه ما بين طلبة الجامعات اول شي حزب النهج الجديد فيه مميز اكثر من ميزة لكن الميزة الرئيسية اليوم وحزب شبابي بامتياز هو الاكثر قدرة على انه يقرأ حاجاتك كشاب اردني ثانيا هناك مجموعة من البرامج اللي يعتمدها الحزب داخل برنامجه الحزبي تركز على الشباب اولا تنمية وبناء القدرات عندنا احنا مركز متخصص كنا من اول الاحزاب احنا متحدث عن حزب ليس ناشئ الحزب اليوم موجود من 2018 فبالتالي في عنا خطة ماشيين عليها قديمة مركز بناء القدرات موجود من اربع سنوات كان مدير مركز بناء القدرات يعني من الاكفاء ومن ذوي المهارة والخبرة وعميد شؤون طلب في الجامعة الاردنية سابقا الآن هذا المركز يعني ممكن له مجموعة من المهام من ضمنها هي توعية وتمكين وتدريب الشباب اضافة الى ذلك الارتباط بشراكات مع القطاع الخاص اليوم في عنا برنامج تشغيل هلو هل هو المفروض انه هذا مش من اهداف او من الاعمال يقوم بها الحزب لكن اليوم الاحزاب مطلوب انها تكون مشاركة اكثر في هموم الطالب اليوم احنا عمالنا بنشبك من خلال برنامجنا الاقتصادي مع مجموعة من المصانع من الاستثمارات الاجنبية واول اتفاقية تم توقيعها قبل اسبوعين حتى ناخذ جزئية التدريب بالمجتمع الاردني للشباب ونؤهلهم الى الدخول في سوق العمل ونرتبط مع مجموعة من الشركات في القطاع الخاص لنقوم بتوريد هذه الكفاءات المدربة والمهيئة لتحل محل العمالة الاجنبية ببعض القطاعات من ضمن هذه القطاعات اليوم اللي هي في المناطق الحرة القطاع الصناعي وبالذات صناعة الالبسة شوف الاحزاب اليوم هدفها الرئيس هي ان تصل الى السلطة اي حزب اليوم ينشأ بعيدا عن هذا الهدف هو ممكن تسميه جمعية منظمة مجتمعية تجمع شبابي الان هذا الهدف الادوات التولزي الممكن تستخدمها حتى توصل لهذا الهدف هي المهمة كيف طريقة تجنيد هذه الادوات جميل جدا من كمان حبي شارك شباب صبايا شبل لي وراك بدنا شوجة الحزب بالنسبة للقضية الفلسطينية القضية الفلسطينية وبدنا اشي يعني واقعي مش اشي بس كلام يعني اعذرني الكلام كثير الوقت تاض وبدي سؤال ثاني وغلبك كونه يعني الاسم مختلف كويس ولكن انت بتدعي للشباب شو اختلاف الحزب مع الحزاب الثاني بالنسبة للشباب شو عمل اشي مختلف واشكرك بالنسبة للشباب يعني قصدك انه اشي مختلف ما بين الشباب يعني الاحزاب عن الحزاب الثانية شو اشي زيادة كونهما يعني انا ذكرت جزء منه بتحب نسترسل اكثر ما عنا محاكلة بسو انا ذكرنا جزء منه انا رح اخذ هاي مشاركات فضل دكتور بالاجابة عنه يعني بداية نشوف سيدي انا هذا السؤال عم بينسأل بشكل كبير ايلي انا بشكل شخصي كممثل حزب النهج الجديد شو بتعني تكون قضية الفلسطينية ويمكن جزء من اجابتي هو جزء من نهاية سؤالك انا اليوم بعتقد في انه احنا اكبر بكثير من ما انه تكون القضية الفلسطينية عبارة عن كلمتين في داخل برنامج الحزبي واكثر بكثير من انها تكون هي جزء من رسالة الحزب نعم قضية الفلسطينية هي قضية محورية هي شريان وعصب المملكة الاردنية الهاشمية ويجب ان يكون اي كيان سياسي حزب حكومة السلطة التنفيذية تشريعية تحت اي مسمة يجب ان تكون القضية الفلسطينية هي وجهة والقبلة الرئيسية بايش تكون الوجهة والقبلة الرئيسية المفروض تكون خطط الحكومة عملنا قطاعات التجارية السياسية الاقتصادية كل همومنا ونصبه الى ايجاد حل حقيقي للقضية الفلسطينية نعم فلذلك بعتقد في انه اليوم احنا بدنا نخرج من يعني اطار الزاوية الضيقة بتعريف القضية الفلسطينية في داخل الاحزام هي قضية جوهرية وانه اليوم احنا مندعمها في الارواح هذا الحكي المستهلك زي ما تفضلت احنا عما نسمعه على مدار التاريخ نعم ومش في المملكة الاردنية الهاشمية بكل الوطن العربي وفي كل القيادات الحزبية فيمكن احنا بحاجة اليوم اننا نقف مع انفسنا ويعني نوجد تيار حقيقي نستطيع فيه من خلاله تقديم ما يمكن تقديمه للقضية الفلسطينية حزب النهج الجديد من اول يوم بتجربة الحرب على قطاع غزة يمكن انا شوية في بعض الاحيان كان يعني كحزب يعني ضايقنا قد ما احنا دعمنا القضية بالكلمة وبالعمل من اول يوم كنا موجودين بالشارع من اول يوم كان عنا حملات للتبرع بالدم من اول يوم كنا احنا موجودين على كل الشاشات الرسمية والدولية في بعض المداخلات حتى في قنوات اجنبية تحدثنا باللغات كلها رئيس لجنة الاعلامية ترجم اول رسالة ووجهت للمجتمع الدولي تحمل وصف للقضية الفلسطينية واولا وللحرب على قطاع غزة ثانيا فاليوم انت بحاجة تخرج من يعني من المنظور الشكلي ومن النمط التقليدي لوصف القضية الفلسطينية الى عمل حقيقي منظم وفيه خطوات حقيقية تدعم فيها القضية جميل جدا بدأ روح مشاركي كمان من اخونا مش راح اسألي شي بعيد عن اللي سألوه زملائي احنا منعرف زي ما حكيت انه احزاب هدفها الوصول الى السلطة وبالغير من خلال ادوات المشروعة بناء على ذلك هي تمتلك رؤية وبرامج محددة ومعينة وواضحة وتفصيلية اتجاه جميع القضايا التي تهم القطاع العام في الدولة والقطاع الخاص والاقتصاد والنظام الضريبي فسؤالي هو ما هو النظام او ما هي الرؤية او ما هي الخطط التي يتبنى حزب النهج الجديد اتجاه القضايا العالقة والشائكة في الدولة او في حال وصوله الى السلطة برضو انا بين قوسيان بستغرف في بعض الاحيان السؤال ينطرح دائما بخصوص البرامج الحزبية هل يا حزب انجهزت برنامجك برنامج الحزبي هو جزء رئيس واساس من المكون الحزبي منذ تأسيسه يعني احنا من 2018 عنا برنامج اسمه برنامج حزب النهج الجديد الان انت ممكن تعمل عليه تطوير اعادة انتاج بعض المواد تحسن وتجود فيه لكن يجب ان يكون هناك لان اليوم احنا مشاكل الدولة بشكل عام دولة الوردنية واضحة منذ سنوات طويلة يعني اذا بدنا ناخذ الجزئية الاقتصادية اليوم احنا بنعرف انه فيه تشوهات في بعض القوانين زي قانون ضريبة الدخل وانبيعات زي قانون الجمارك زي اليوم سهل جدا اي مواطن اردني ان يصف مشاكل والتحديات لتواجه كل القطاعات لكن الصعب وين ان توجد حلول حقيقية وواقعية لهذه المشاكل حزب النهج الجديد من 2018 لليوم مجموعة كبيرة من المستشارين رئيس اللجنة الاقتصادية هو احد خبراء الدراسات الاكتوارية بالدولة موجود يعني باحد المؤسسات وهناك يعني فرقة كاملة تراجع بشكل مستمر البرنامج اللي مبني من 2018 وتجود وتحسن فيه حزب النهج الجديد اليوم عم بيتحدث عن كل قطاع بكل التحديات اللي تواجهه ويضع حلول واقعية لهذه التحديات لو اخذنا نموذج بسيط اللي احنا ذكرنا قبل قليل نموذج البسيط اللي خاص في مثلا معدلات البطالة اليوم معدلات البطالة حسب دراسة وزارة العمل 30% زائد 17-18 مقنعة يعني 48 بينما البنك الدولي اليوم دراسته عن الأردن 50% هذه يعني أرقام مش تقديرية أرقام حقيقية ايش الحلول اللي اليوم الأحزاب بدأت تقدم فيها حتى تقنع الشاب انا بدي اقنعك اليوم انك تكون انت عضو في حزب النهج الجديد نعم اليوم انا بدي اقنعك بناء على ايش بناء على برنامج حقيقي يقدم حلول واقعية انت تبحث عن عمله اليوم اولا انا بدي ابحث عن القطاعات اللي فيها فرص حقيقية مثلا قطاعات الصناعية اليوم احنا في عنا 450 ألف عامل وافت في قطاع صناعات الصناعات اولا التقليدية بشكل عام اللي هي الألبسة والأغذية وإلى آقره وبشكل خاص صناعات الألبسة في 216 ألف عامل منهم 170 ألف عامل وافت من جنسيات هندية وباكستانية وإلى آخره هذه العمالة تكلف هذا احنا لما اجينا اشتغلنا ككيس كحزب النهج الجديد اخذنا كلف الحقيقية على المصنع من سكن إلى إعاشة إلى وهذا البرنامج طبعا أطلق اللي أنا بتحدث لك عنه أخ نديم هذا برنامج تم اطلاقه بمؤتمر صحفي والآن بدأت الشباب تستفيد من هذا البرنامج استقطبنا أو استهدفنا هذا القطاع واخذنا عين مصنع كبير بدون ذكر أسماء المصنع واخذنا حاجته من العمالة وقلنا لهم جماعة الخير احنا اليوم ممكن نوفر لكم عمالة أردنية مدربة ومهيئة ونضمن استمرارية واستدامة هذه العمالة بناء على المشاكل والتحديات اللي أنتو يعني بتذكروا بعضها أنه العمالة الأردنية لا تستمر بهذا القطاع صحيح أو العمالة الأردنية لا تكتفي بالراتب نعم بالورقة والقلم وجدنا بأنه العامل الوافد بكلف هذا المصنع ثلاث مئة وخمسين دينار إذن هذا الراتب لا شاب بمقتبل حياته في بدايته بحاجة أن ينخرط بخبرة عملية نعم ويؤسس بداية حياته وأعتقد أنه طبعا مش كافي تحت أي مقياس لكنه بداية بالحد الأدنى وغير متوفرة الآن فالمرحلة الأولى هي الانتفاقية مع هذا المصنع حتى نكون إحنا كمركز بناء القدرات في حزب النهج الجديد قادرين على إعادة تأهيل وتدريب الشباب للانخراط في هذا المجال في هذا القطاع والحلول مكان المحاق أو إحلال وتبديل مكان العمالة الوافدة جميل هذه القضية مثلا اليوم نحن نتحدث عن مجموعة كبيرة من الفرص العمالي الحقيقية عالجنا جزئية من المشكلة والتحدي الاقتصادي اللي هي نسبة البطالة وما جبنا من بره نحن اليوم نتحدث فقط عن اللي موجود عنده إضافة لذلك موضوع الاستثمارات الأجنبية الآن قانون الاستثمار البيئة الاستثمارية في بعض الاختلالات كمان في اليوم نحن عنا التشريعات يعني الحزب اليوم ما بده بس يوجد حلول عملية أيضا بده يبحث عن التشريعات اللي فيها مشاكل أو فجوات أو بحاجة إلى تجويد وتحسين قانون البيئة الاستثمارية جيد بنمطه وصيغته العامة لكن هناك في بعض الأحيان اختلالات في طريقة يعني استقبال المستثمر النافذة الاستثمارية اليوم عنا كحزب قادرين أن نقرأ هذه المشكلة والتعدي ونجد حلول واقعية وقريبة حتى نسهل على المستثمر الحصول على خدمته بشكل سريع جميل جدا دكتور شكرا لك بده نروح للجهة الأخرى بده أخذ أول صبية معنا من هالجهة يعني نريمان عم تستنى عم تستنى بصراحة أنا ما أخذ كل الحالة ما شاء الله عليك يا دكتور ما شاء الله عليكم يعطيكم العافية هلأ شوي سؤالي أقرب لسؤال نديم سؤالي بيحكي أنه بيوصول حزب النهج الجديد إلى السلطة أو للبرلمان القادم أول قضية وأهم قضية يسلط حزب النهج الجديد الضوء عليها ويطرحها أمام المجلس ويشتغل عليها أكتر شو راح تكون والسؤال الثاني كان بيحكي أنه هل حزب النهج الجديد يبحث عن استقطاب أم يبحث عن أفكار جميل جدا جميل جدا السؤال يعني شكرا إليك على هذا السؤال الجميل فضل نريمان بطول 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 بدي أبدأ من السؤال الثاني بطول لأنه دائما برضو بينطرح علينا ويمكن أنا عندي نظرية بموضوع الاستقطاب الحزبي أنا اليوم يعني يمكن أنا تحدثت قبل يعني في بداية حديثي في أنه إحنا مش جداد على الجامعات الأردنية وكان إلنا قائمة إحنا يمكن كمان أول حزب ندخل الجامعات الأردنية أو أنا أتشرف أني أكون محاضر في الجامعة الأردنية عام 2020 قبل منظومة التحديث السياسي وقبل قانون الأحزاب لعام 2022 هذا مدخل على الإجابة على سؤالك اليوم اللي بهم حزب النهج الجديد مو الاستقطاب إحنا اليوم إنتوا مو أعداد بالنسبة لإلنا إنتوا اليوم أدوات حقيقية للتغيير لذلك إحنا حزب النهج الجديد من أول يوم انطلقنا من 2018 ما دخلنا محافظة ولا جامعة ولا مكان إطلاقا فيه تجمع شبابي وكان معنا ورقة طلب انتساب إطلاقا وأتحدى ذلك تخيلي ليه؟ لأنه في عندي أنا رسالة اليوم أهم من أني أنا أدعيك إلى استقطاب شوف إحنا في عنا مفهوم مغلوط تماما اليوم إحنا مو مطلوب أن نحزب الشعب الأردني ويصبح كلهم منتسبين للأحزاب أو نحزب شبابنا اللي نسبتوا 65 أو 66% من نسبة المجتمع الأردني ويصبحوا منتمين للأحزاب إحنا في عنا أولوية أهم تعرفي حقوقك وواجباتك في ظل منظومة التحديث السياسي تعرفي أنت شو إليك حقوق في ظل قانون الانتخاب الجديد كيف ممكن أنت تكوني مغيرة ومبادرة؟ الآن العمل الحزبي له متطوعي زي العمل المجتمعي العمل الاجتماعي التطوعي اليوم مو مطلوب من كل الشباب أن يكونوا يملكوا الوقت والخبرة والمكانة وكل هذا الترف في أنه يكون هو عضو في حزب ويعطيه وقت وجهد لأنه اليوم الأحزاب هي تبحث عن من يستطيع أن يقدم لغيره من الشباب من يستطيع أن يقدم في ساحة العمل الحزبي فأنا أعتقد أن ترتيب سلم أولويات الأحزاب إذا كانت تبحث عن الاستقطاب يجب أن تختلف في حزب النهج جديد الحمد لله اليوم نحن معروفين بالنسبة لشباب الجامعات يمكن أكثر من غيرنا بكثير مع أنه لا نستقطب كان لنا لقاء في جامعة البلقاء التقطقي بيقية قبل أسبوعين كان أكبر لقاء في جامعة أردنية يحصل جميل في خلال الفترة الماضية ومع ذلك إحنا الشباب يجوا علي أنا بعد الندوة يعني يسألوني كيف مع أنه إحنا معنا اللي جان الإعلامية ومعنا لجان تسجيل يسألوني كيف الانتساب قلت لهم الانتساب ليس مكان الانتساب في صفحة وفي موقع إلكتروني ودخلوا اقرأوا وطلعوا وشوفوا الأفكار وشوفوا زملائك وشوفوا بيشتغلوا على الأرض وبعد ذلك نضموا للحزب دكتور أنا قبل أن أذهب إلى السؤال الثاني وقبل أن أروح إلى ست نيرمان بدنا نستضيف بالستوديو أيضا اللجنة الإعلامية في حزب النهج الجديد وأشرف العمري فاصل قصير أحبانا ونعود لاستكمال برنامج شباب وأحزاب وحزب النهج الجديد من جديد أهلا ونسهلا بكم أحبائنا ومشاهدين ومتابعين في شباب وأحزاب واليوم ضيفنا هو حزب النهج الجديد وأيضا شباب والصبايا من جامعة جدارة يحيي الله فيكم وكل الاحترام والمحبة لكل من يتابعنا عبر شاشة التلفزيون الأردني يعني دكتور أسئلة كثير طرحت رحب برئيس اللجنة الإعلامية في هذا الحزب ساذ أشرف العمري أهلا وسهلا فيك مرحبا بكم شكرا لك على الاستضافة وشكرا للجمهور الكريم من جامعة جدارة الله يحييك يعني بدنا نواجه لك العديد من الأسئلة بس بدنا نحكي بشكل عام وبدأنتقل بعدك لستنا ريمان كمان بعجالة كما بدأتعلق على سؤال باتول اللي طرحته قبل شوي بداية نعرف الشباب الآن مهتمين بالإشي الإعلامي عن الحزب مهتمين بالسوشال ميديا مهتمين بمتابعة برامج الحزب من خلال الإعلام شو بتقوم لجندكم في هذا الحزب وكيف تدعموها من خلال الشباب الموجودين عندكم صحيح هو في البداية مع الثورات التكنولوجية اللي شفناها والاهتمامات اللي أصبحت بتوجهوا لها الشباب من ناحية وسائل التواصل الاجتماعي والشاد جبتي والأي آي واتباركان فكان التحدي الأكبر إنه كيف نوصل إحنا للشباب هذا الحزب في عنده فكر برامج أهداف واللجنة الإعلامية هي عبارة عن الميرور لهذا الحزب قدام المجتمع فبكل بساطة وحسب الخطة اللي كنا حطينا إحنا أنا بقامن بفكر التراي أن أرور بلشنا بالرسائل التوعوية عبر السوشال ميديا الفيسبوك إنستجرام وتفاركان وصرنا نتوجه للشباب بالإشي اللي هم بيهتمونه نعم إحنا واجبنا مش بس نبرز الحزب لأ بدنا نبرز الحزب وبدنا نبرز التجربة القديمة الجديدة اللي هي الانخراط بالأحزاب الحياة الحزبية فكان في دور كثير كبير علينا يعني نعطي نوع من التوعية لهدور الشباب إيش أهمية المشاركة السياسية ليش تنخرط بالحزب شو الهدف من إنه أنت بكرة تكون قادر إنك توصل صوتك نعم وتمثل الحزب تبعك أفضل تمثيل بشكل عام عنا إنهاوس برودكشن عنا ناس كفاءات بمجال التارجتينج للفئات المستهدفة من الشباب شميل وعنا الكونتنت كرياتر اللي هم بيشتغلوا على عمل المحتوى اللي ممكن يفيد الشباب هذه كلياتها شميل وهذا مهم أشرف ترى بالفترة هذه يعني الشباب بحبوا يتابعوا السوشال ميديا حتى على التلفزيون بتابعوا بنسبة كبيرة بتابعة على السوشال ميديا مش على التلفزيون نفس يعطيكم العافيسي دي وأي سؤال حابين توجهون أيضا بس ممكن ممكن أنا يعني لو سألت الشباب الموجودين يعدوا لي أسماء ثلاث مقدمين برامج غير مقدمين برامج اللي برايم شوز أعرفت علي ما أتوقع أنهم يعدوا لي ثلاثة نعم بس لو سألتم عن ثلاثة فلوانسرز رح يعطوني أسماء ثلاثة انفلوانسرز هلا صح ولا لا بتول صح بتعدل لعاشرة بس على فكرة نحن يعني تأكيد لكلام الأستاذ أشرف إحنا إلنا كان تصنيف معلها المستقلة قبل فترة قليلة كنا السنة الماضية رقمنا أربعة أو خمسة السنة هاي متوقع أن يكون رقم واحد في السوشال ميدي إن شاء الله يعني أقوى الأحزاب اليوم ببث الرسالة الإعلامية تعديت عليك إذا كان لازم أعمل إضاءة على هذه النقطة هذا مهم يعني إلكو تواصل مع الشباب الناشطين على السوشال ميدي طبعا جميل جدا وهذا إيش حلو ست ناريمان كنت أحب أن تعلقي على سؤال باتول أول شي إحنا إذا بدنا نحكي هلأ في الوقت الحالي أنا كناريمان بسؤت قطاع المرأة بهم يجي عندي سيدة سوري ما عندهاش ثقافة وبين سيدة عندها ثقافة لا بختار السيدة اللي عندها ثقافة وبستغني عن عشرة ما عندهم ثقافة مش تقليلا بحجم وجودهم لا بس أنا هلأ في مرحلة حزبية بدي أنهض بفكر جديد بدي أوصل أنا قدامي غاية مهمة كتير وهدف رئيسي في الحزب اللي هو إحنا وصول للسلطة أو التغيير في السلطة أو التأثير في السلطة هذا الحزب مجموع من الأردنيين بيشاركوا أيديولوجية معينة لوصول للسلطة أو التغيير أو التأثير نعم فأنت لما بتحكي هلأ عن هلأ السيناريو الحالي أنا قدامي الماكسيمام 11 شهر للانتخابات وتصويب الأوضاع أخذ مننا سنة لا حتى كوننا لجاننا لا حتى يعني خلينا نحكي بزغ البذرة الأولى للحزب النهج الجديد وطريقه بلش هلأ بالوقت الحالي أنا بدي نهج فكر طاقة شباب أنا ما بدور على عدد حتى لو الدكتور فوزان قال لي مثلا فلانة أو فلانة أو كذا لا لا إحنا آلية اختيار الأشخاص يمكن زي أي حزب إحنا في البدايات بالتأسيس المؤتمر أو حتى نصويب الأوضاع زي أي مؤتمر كان عندنا عدد كان عندنا نخمة يعني طبيعي هذا الطبيعي اللي كان كل الأحزاب سارت عليه بس ما بعد ذلك لا أنا هلأ المرحلة كثير خطيرة أنا كشخص ناري مان عشان أكون جديرة بوحدة قطاع المرأة وأكون ذو أهداف مستقبلية أساعد كل سيدة عندي في الحزب لأنه هي تمثلني وصولها يمثلني أنا شخصيا فأنا بهاي المرحلة لا بدي فكر بدي طاقة بدي حدا يوصلني أوصل للانتخابات وكل المجتمع المحلي مقتنع فيه أنا ما بدي حدا عدد هذه أول شغلة الشغلة الثانية سألت إذا وصلنا للبرلمان كامرأة إذا وصلتوا للسلطة شو أول شيء بتفكروا أنكم تعملوه أول شيء بالبرلمان هلأ كتمكين مرأة أكيد أكيد المرأة آه فهو إذا بدي أفكر أنا كناري مان شخص بفكر بالمرأة أساسي ألا إذا بدي أفكر في البرنامج اللي راح أطرحه في البرلمان فإحنا راح نرجع للبرنامج الرئيسي تاع حزب النهج الجديد اللي إحنا كلنا كلنا قعدنا على طاولة وحدة وصلنا لمرحلة إنه هذا البرنامج تاعنا مؤمنين تتحقيقه يوما ما يعني من خلال حكومات إن شاء الله راح نكون محا في المستقبل جيم فإحنا أهم قضيانا البطالة والفساد والشباب هدول أهم شيء جيميل جدا كل مرأة طول عشان أنتقل في العديد من الإجابات قبل ما يدركنا الوقت يعني الطاقات موجودة الإمكانيات موجودة ما تصدقي في أنه الأردن فقير الأردن جدا غني بإمكانيات والطاقات وحتى في البنية التحتية اللي موجودة إحنا على فكرة بنوازي دول عظمة وصدقوني أنا يمكن مش كثير بعيد عن جيلكو كان إلي يعني كان إلي رون جولة بكثير من دول العالم سواء كان من خلال العمل أو من خلال العمل الحزبي فأنا بشوف الأردن بمقدمة الدول تملك بنية تحتية قوية اليوم عنا شبكة طرق جيدة عنا بنية تحتية جيدة عنا تصريف صحي عنا شبكة مياه على فكرة احنا من الدول القليلة احنا تصنيفنا بحدود أربعة أو خمسة على العالم بالطاقة الكهربائية اليوم استدامة الطاقة الكهربائية بغض النظر عن مصدر الحصول عليها اليوم عدد ساعات الفصل عندك بالأردن جدا محدودة على فكرة هذه الأمور كثير بتلعب دور باستقطاب الاستثمارات الأجنبية كثير بتلعب دور اليوم بإيجاد هي بنية تحتية لإيجاد مشاريع اقتصادية كبيرة اليوم أنا بعتقد أن الأردن مش بحاجة للبحث عن إمكانيات اليوم الأردن بحاجة للبحث عن تشريعات تخدم هذه الإمكانيات وعن تنفيذ هذه التشريعات جميل في كثير من القوانين يا بتول كثير من القوانين موجودة اليوم عنا مشكلة بتنفيذها يعني هي تخدم مثلا المستثمر بتخدم مثلا القطاع الصناعي بتخدم على سبيل المثال ناخذ يعني كيس لكن مشكلتنا وين في بعض الأحيان يعني احنا قلنا عنا قانون البيئة الاستثمارية ممتاز جدا يوازي قوانين بدول متقدمة جدا لكن فيه أن بعض المشاكل في آليات تنفيذه بحاجة لنافذة موحدة بحاجة لخدمة المستثمر بطريقة أكثر اليوم هذا اللي احنا بحاجته بأعتقد أولوياتنا رح تنطلق من العامل الاقتصادي اللي تفضلت فيه نريمان جزء منه والبطالة والهموم الشباب اليوم فالعامل الاقتصادي هو عامل مهم جميل جدا تروح كمان سؤال للصبي هون فضلي بداية دي أتشكر التلفزيون الأردنية على استضافة جامعة الجدارة عنكو لمثل هيك برنامج بدعم دور الشباب والأحزاب عامة في عندي تعقيب على أكتر من شغلة وبعدها عندي سؤالين فكرة أنه أنت حكيتي أنه أنا لو عندي واحدة مثقفة وعشرة لا فبالتالي أنا بستغني عن العشرة وبأخذ هاي المثقفة لأنه هي اللي بتفيدني كنهج هلأ أوكي أنا معاكي ولكن إحنا بدنا نعرف أنه هذا الحزب من وجد بس للناس اللي عندهم فكر هذا الحزب أريدي أنت بدك تستقطبي ناس لحتى أنت بدك تغيري تفكير مجتمع فالمرأة أو أين كان الشاب ممكن يفوت وهو لسه مش فاهم فبالتالي دور الحزب هون هو يغير من الفكر ينمي الفكر السياسي الاجتماعي أين كان نعم التعقيب التالي هي فكرة الاستقطاب وطريقة الاستقطاب الاستقطاب مش بحاجة أني أنا أفوت على أعمل ندوة مثلا ويكون معي ورقة عشان بعد ما أخلص يجو يعني والله بدنا نسجل فبالتالي هذه الورقة الجاهزة يعني طرق الاستقطاب كثيرة وتفعيل الندوات في الجامعات وما إلى ذلك هذه طرق من طرق الاستقطاب فإحنا لازم نوازم ما بين أنه فعلا لازم يكون في استقطاب الحزب بنفس الوقت لازم يكون عندي فكر هذا لابد منه ولكن تنمية الفكر برضو بحس هو من الأشياء المهمة الحزب هو اللي يفعل تنمية الفكر عند أي شخص سواء مرأة أو أيا كان سؤالي أنت حكيت في بداية المقابلة أنه بدك تعمل على خلال نحكي التقارب ما بين الشباب والحكومات المتعاقبة سواء كانت تنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية شو هي الآلية لحتى أنت بدك تعمل تقارب ما بيننا وبينهم وشو النتيجة اللي بدك توصلها من خلال هذا التقارب سؤالي الثاني للأستاذة أنه دور المرأة أنت حكيتي أنه تقريبا عندكوا 54 أو 52.4 صاروا بمثلوا نساء في الحزب فشو أعطيته للمرأة شو قدمته هل هي فقط حقوق المرأة اللي كلنا هلأ حاليا بصراحة عم ناخدها سواء كنا بحزب أو بدون حزب فشو الإشي الجديد اللي قدمتي للمرأة كداعم كبير للمرأة أنا شفت هذا الإشي عندك أنا حكيت عن أداة من الأدوات وهي الندوات لكن هي طبعا المفهوم أوسع بكثير يعني حتى اليوم الاجتماعات المجتمعية استهداف النقابات استهداف المكون المجتمعي الجمعيات الخيرية إلى آخره هذه كلها أدوات نعم أنا بس المفهوم الرئيسي اللي أنا حبيت أوضحه بأنه يجب أن تكون أولويات العمل الحزبي باتجاه التوعية والتمكين اللي هو الجزء الثاني اللي سألتي التوعية والتمكين هو الأساس اليوم لازم تفهم أنت حقوقك وواجباتك كشاب إحنا بالحزب النهجي الجديد قدمنا وثيقة إصلاحية بالـ 2020 قبل الجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بسنة ونيف وكانت تحمل جزء من القوانين اللي تم إقرارها ومن ضمنها هو دمج الشباب تخفيض عمر المرشح هذه جزء من التوصيات اللي احنا كنا مقدمينها فأوردي كان في عنا قراءة متقدمة نوعا ما لانخراط الشباب في العمل الحزبي ولوجودهم في مراحل متقدمة بالعمل الحزبي بالدولة بأعتقد أنه احنا اليوم نحمل هم رئيس وأساس ما قبل السلطة التشريعية ما قبل وجودنا بالسلطات وأولها طبعا السلطة التشريعية ولاحقا السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية يكون العملية سهلة لأنه جزء من برنامجنا اليوم هو استهداف يعني قطاع الشباب والبحث عن المشاكل والتحديات نعم وإقرار بعض التشريعات والقوانين اللي تحفزهم على المشاركة والعمل وتطوير حياتهم السياسية والمجتمعية بالجزء الآخر وهو يتعلق حاليا احنا اليوم تحدثنا عن جزء بسيط وهو الهم الاقتصادي لكن احنا اليوم عمالنا بنحاول نقارب ما بين مواد القانون الانتخاب وما بين النتاج اللي رح ينتجوا الحزب بكرة في المجلس التشريعي شو يعني؟ يعني احنا رح يكون في عنا يمكن شوي نختلف عن باقي الأحزاب رح يكون في عنا نسبة الشباب في القائمة في المواقع المتقدمة أعلى بكثير وهذيك اليوم لما فتحنا احنا قبل أيام بسيطة الباب التسجيل في داخل الحزب لأنه احنا ما عناش طرع فكرة أسماء محددة ومنجيبها احنا في عنا تنافسية إلها معايير في داخل المجلس الأمانة تقدم تخيلي ستين في المئة مرأة وبحدود السبعين بالمئة تحت سنة الخمسة وثلاثين يعني ما فيش احنا عنا كلهم شباب جميل اللي عم بيرشحوا نفسهم للانتخابات واللي عم بده يشتغل نفسه للانتخابات هو شباب جميل فاليوم لغة الحوار هذه بتبدأ من هذا الانطلاق لما يكون صاحب قرار وموجود في مقدمة العمل الحزبي وبالتالي في مقدمة المؤسسة التشريعية في استحقاق الانتخاب القادم قادر أنه يعبر على نفسه أكثر جميل جدا ستنا نريمان لو سمحت بدي على تعقيم بس بأعجالة لأنه والله ما ضل وقت لا على تعقيم على تعقيم الأخت بخصوص إذا كان عندي شخص كفو وعشرة الفكرة عندنا كالتالي ستنا أنا رح أستقضب الشخص الكفو وأستثمر فيه وأدربه وأمكنه وأسخره لخدمة العشرة هدولة اللي أنا ما بقول أني استغنيت عنهم بس أنا استثمرت بشخص لخدمة عشرة بالنهاية الأحداش بدي إياهم نعم بس الأولوية بس الأولوية بزبط هذا اللي أنا حكيته أو طبعا بيأخذ السؤال بعين الاعتبار هي قالتلي هلأ بالمرحلة هاي فكر ولا رقم لا أنا في المرحلة هاي بدي أجهز السيدات اللي عندي لحتى نوصل لمرحلة نكون جاهزين في مرحلة الانتخابات أو مرحلة مثلا تسلم السلطة أو الوصول للسلطة هذا إشي مهم شغلة ثانية زي ما قال الأستاذ أشرف فعليا أنت عم تسألي شو عم بعمل أنا عم بجهز قطاع المرأة طبعا عم بأخذ معنا طبعا مسؤول لجان سيدات وعندنا مسؤول في الإقليم سيدات وفي كل مكان في المحافظات عم بستثمر بهدول السيدات عم نعطي ورشات ورشات في قانون الانتخاب في قانون الأحزاب ورشات اجتماعية ورشات تمكين اقتصادي دعم نفسي عشان يكونوا هم جاهزين لتحضير ورشات يروحوا للمؤازرين فيها أو للي عندهم نوايا حزبية عشان أنا ما أروح كل طاقتي تروح كل طاقتي على ناس أبلش محهم من الصفر لا أنا بحضر عندي قيادات وبنطلق بهاي القيادات لأكبر عدد ممكن في المجتمع المحلي هيك أنا أخذت تنين في واحد وصولا للمرحلة الأهم الانتخابات احنا كلنا حاليا عم بنحضر للانتخابات جميل جدا يعطيكم العافية مبسطنا بوجودكم معنا حزب النهج الجديد وإن شاء الله يقدرنا هيك نوصل الفكرة بدي أشكر جدا شباب وصبايا من جامعة جدارة وبعرف أنه في منكم كان بده يسأل ويشارك بس الوقت ما أسعفنا الآن بعد الحلقة بنقعد نسولف مع أشرف ونريمان ودكتور فوزان وإن شاء الله يا رب هيك نقدر نوصل لأشي جميل توقع أنه غطيته أكبر الجوانب فشكرا لكم شكرا لفريق العمل وكل من تابعنا عبر شاشة التلفزيون الأردني نلقاكم أحبانا وتابعينا في حلقة أخرى في أمان الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة